باربي 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 الدمية الصديقة لغالبية الفتيات في العالم الكثيرات من كن امتلكنا احدى هذه الباربيات الجميلة خلال مرحلة الطفولة ولكن يبدو ان الولاع بها لا يقتصر على الفتيات الصغار انما يشمل الأكبر سنان أيضا هذا ما أثبته فيلم باربي الذي اشتاح شاشات السينما في عدة دول ففيلم باربي مشاهدين حقق إرادات أرباحا غير مسبوقة بلغت 155 مليون دولار من دور العرض بأمريكا الشمالية الفيلم طبعا هو من بطولة الممثلة الأسترالية مارغو روبي التي تلعب دور باربي والممثل الكندي راين غوسلينغ الذي يلعب دور كين ومن إخراج المخرجة الأمريكية غريتا جيرويك الفيلم يحكي قصة انتقال باربي من عالمها الخاص إلى العالم الحقيقي وطبعا الفيلم خلف ضجة واسعة تجاوز صداها حد شاشات السينما فعلى مواقع التواصل الاجتماعي تولدت حالة يمكن أن نصفها بالهوس إزاء باربي كل شيء صار تقريبا باللون الوردي المستوحى من فيلم باربي البعض وصف الأمر بجنون باربي دعونا نرى ترجمة نانسي قنقر الأمر لم يقتصر على شراء الملابس والإكسسوارات أو حتى طلاء الأظافر باللون الوردي انظروا حتى الأضواء بالستيديو أصبحت باللون الوردي ولكن أيضا حتى الطعام تحول إلى لوني باربي من خلال الاعتماد على الشمندر أو الشواندر باربي باستا لدينا ضجة في تيك توك لون ومنظر وما دق غزل بزافة ولكن مشاهدينا يبدو أن البعض الآخر استاء من حالة جنون باربي هذا فأعرب عن استياءه من الحالة التي خلفها الفيلم وتحديدا اللون الوردي الذي طغى على كل شيء فهنا أول تغريدة من هاية تقول فيلم باربي سكرته بعد خمس دقائق بالله جاني عما ألوان من لون البينك خلاص درينا إنها باربي أما أحمد برشومي فيقول الفيلم حلو وممتع حرفيا لمدة عشر دقائق فقط وذلك لجمال باربي وجاذبية عالمها وحلاوة الألوان وبعدين يتحول إلى دراما غير متصلة مع بعضها وعبارة عن مشاهد جادة وغير واقعية الفيلم كان مفروض ينتجه ديزني كانوا زودوا على الأقل شوية الإبداع والأنيميشن المتعودين عليه منهم ويقول موفي ديسبوينتينج أو ديسبوينتينج موفي أي فيلم محبط أما محمد زكريا فيعلق ويقول فيلم حلو ولذيذ والمعنى الحرفي للسهل الممتنع ينصح بمشاهدة باربي مشاهدين إلى جانب هذه الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك ضجة أخرى تحديدا في المغرب ولكن لماذا؟ السبب هو دبلجة الفيلم بالفرنسية وعرضه في شاشات السينما المغربية بلغة غير الإنجليزية وهي اللغة الأصلية للفيلم البعض في المغرب دشن حملة لرفض دبلجة الأفلام في المغرب باللغة الفرنسية من بينهم أشرف الذي يقول على دور السينما المغربية وزارة الثقافة أن توفر لشعبها حق مشاهدة أفلامه المفضلة بلغتها الأصلية وترجمة عربية لكي يفهم الجميع هذا هو المنطق أما تغريدة أخرى من جمال يقول جمال الدبلجة مهما تكون كتكون مجحفة في حق المشاهد الأفضل دائما تتفرج باللغة الأصلية للفيلم خاصة تحس بمشاعر الممثل من اللكنديالة شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها